اهلا وسهلا كيفكم شخبركم نتمنىكم تكونوا باخير وعالاخير كيف لحضا غادي نبدأو درس جديد وما زالين في اليونيتو درس الثالث والاخير في اليونيتو يعني مدرسة حول العالم نبدأو بتمرين رقم واحد لسنا ريد تلاتة دي النصوص شمو قلونا الان from england الان هو هدا من انجليز كي نقولو احنا has a lot of homework everyday عندو بزاف a lot بزاف of homework يعني التمارين المدرسية everyday كل نهار he says كيقول هو يقول in my school في المدرسة دي هذه classes always finish at 2 p.m. واحد دلينة جوج دلينة جوج دلالعشية classes كي يعني هو كي يعني الحصص always دائما finish كي تسالي مع جوج دلالعشية جوج p.m. it is good هيش حاجز وينا because لانا we have time to do our homework لانا كي يكون عندنا الوقت باش نصوبو التمارين المدرسية الواجبات المدرسية دينا in the afternoon في المساء يعني بعد الزوال we often study for tests يعني غالبا كان نخدمو كان نراجعو لقبل المتحانات so we rarely have time to meet our friends like so ايدا we rarely ناديرا هنا احنا يا ناديرا فين كالقاو الوقت time to meet our friends ناديرا مني كالقاو الوقت باش نطلقاو الاصدقاء دينا and enjoy ourselves ونستمتعو بالوقت دينا ندوزو عند لطيفة شنو كتقول لطيفة takes evening classes لطيفة كتاخد لكلاس في العشية she says هي كتقول i usually have classes in the morning and in the afternoon ان هي دائما عندها حصص في الصباح وبعد الزوال the morning classes الحصص الصباحية always end at 12 pm يعني الحصص الصباحية دائما كتسالي مع 12 دي العشية 12 pm يعني في الزوال and everybody و اي واحد وكل واحد guys home for lunch وكل شي كيمشي للدار عالقبل الغداء the afternoon classes يعني الحصص دي بعد الزوال start at 2 pm الحصص بعد الزوال كتبدأ مع الجوج دي العشية الجوج يعني مرتناش après midday and they rarely finish before 6 pm ونادرا ما كيسالي وقبل start يعني وما دي ما كيسالي ومور start ولكن نادرا فن كيسالي وقبل start i never have time to watch tv i never ابدا يعني انا كتقول انا ابدا ما عنديش الوقت باش نتفرج للتلفزيون because because لان i take evening math classes لانا كتاخد حصص دي الرياضيات في العشية ان يفحل لك تدير سوايا كي قصدو بي هالحصص الاضافية اندوزو عند لي لي from china لي من العشين مش نوع has to clean her school خصها تنظف قسم ديالها وندرسة ديالها وكتقول she says there are no classes in the weekend ما كانش حصص في نهاية الأسبوع في الويكند كي قصدو السبت والحد of course يعني طبعا ما كانش يني حصص في الويكند of course طبعا but we sometimes go to school on saturday ولكن احيانا كنمشيو المدرسة نهار السبت to clean the classroom باش ننضفو لكلاس ديالنا القسم we sweep the floor كننضفو الارض هي يعني كي نضفو الارض كي يجفو كي سيقو clean the windows كي نضفو النوافد and fix the chairs and tables fix the chairs and tables يعني بحل باش كورسي يمهرس كي قدوه كيصلحوه او شي طبعا مهرسة كيصلحوها باش يلقاوا عليش يقلسوا it is hard work هو واحد العمل لشاق but ولكن i have fun working with my classmates ولكن عندي ولكن كي يعجبني الحال مني كنخدم مني كنكون مع الصديقة ديالي والاصديقة إذن ندوزو الكمبريهنشن comprehension a read these statements غادي نقرأوا هاد الستيتمنتس هما هادوا هاد الافخاص and write true or false وغادي نكتبوا true يعني صحيح او خطأ false عدنا رقم واحد in china في شنوة في الصين there are sometimes classes on saturday كين احيانا كينين حيصاس مهر السبت واش صحيح او خطأ it's false هدروا false هل يش قلنا false هدروا F هش قلنا false ان لي هي اللي من china غديمشي والنص اللي فيه لي شنو كتقول there are no classes in the weekend of course هده هي هده هي الجستيفي ندوزو رقم جوش alan always goes out with his friends in the afternoon كيقولك ان الولد اللي قرينا عدبا النص ديالو always يعني دائما goes out كيمشي كيخرج يعني with his friends in the afternoon دائما كيخرج مع الاصدقاء ديالو في العشية مش صحيح او خطأ it's false ندروا F why علاش هنا يا غدي يقولون علاش في النص شنو كي شنو قال alan we rarely have time to meet our friends and enjoy ourselves هده هي الجستيفي يعني انا الان انا دكال sentence اللي قلونا خطأ number three شنو قلنا in Morocco classes never finish before six في المغرب الحصص ابدا ما كتساليش قبل ستة مش صحيح او خطأ اه ادرنا على مروكو اذا غدي مشي عند لاطفة شنو قلت شنو قلت شنو قلت بانا ناديرا ما كيساليو قبل ستة واني شنو قلونا classes never finish before six هنا تقدرو تقولوا it's true وفي نفس الوقت يعني اذا جينا الشي حاجة مضبوطة غدي نقولوا it's false لاش لانا هنا يقلوا never يعني ابدا ما كتساليش قبل ستة وهنا لاطفة شنو قلت لنا قلت لنا they rarely finish before six يعني ناديرا ما كيساليو قبل ستة يعني شي مرات كيساليو قبل ستة انا قلت لكم علش كتبنا false في نفس الوقت تقدرو تكتبوا true number four لاطفة often watches tv لاطفة غالبا ما كتفرج في التلفازة in the evening في العشية مساء هوش صحيح او خطأ اذا خطأ it's false هلاش ارجع معي لنص ديال لاطفة شنو قلت i never have time to watch tv because i take evening maths classes اذا هنا شنو قلت قلت i never ابدا ما كتتفرج في التلفزيون لان عندها حصص دريضيات في العشية هنا شنو قلونا لاطفة often watches tv يعني لاطفة بعد المرات كتتفرج في التلفازة في العشية اذا it's false والجستفكيشن هي هذه ندوزوا ندوزوا grammar practice grammar practice نعطينا present simple ما زي احنا في ال present زمن الحاضر نعطينا نعطينا في ال affirmative ال verb work منين غادي نقول i و i work you work he she it works فيه كنزيدو الاس اما باقي ال pronouns كنخليوه هكا we work you work they work فهنا اذا ما تخربقوا موالو هنا نصرفونا ال verb to work في ال present وصفوش حاجه عادية ندوزوا negative form negative تعنيه النفي في حالة تضربها بنكرة ادنا اي don't work لدينا واحد ومساعد وانا don't ديما مثلا i eat i don't eat مثلا انا كليت لا انا ما كليتش i drink انا اشرب اذا بغيت نفيها نقول i don't drink ما اشربتش ونفس الشيء نقول i don't work لم اعمل you don't work he doesn't work بحيث don't تهيرها هنا مصرفة هذا كش عالش هنا بقتلنا في ال affirmative ال verb to do ولكن هنا جاي مساعد اعطينا هنا verb مساعد ما تفهموه من بعد غيره هو حاجه وحده اللي يخصكم تفهموه انه لك انه two verbs هذا مساعد وهذا ال verb الأصلي الأساسي إلا كان اللي قبل مصرف فالثاني مغاليش يتصرف مغاليش نصرفوها أبدا كنخليوه في ال affirmative he doesn't work she and it doesn't work we don't work you don't work they don't work شنو الفرق بالنغاتيف والأفرماتيف هو هالdon't هنا كنقوله I work أنا أعمل هنا I don't work أنا لا أعمل he or she or it works فهنا غدي نقوله he doesn't work هنا هنا قلنا we you and they work هنا غدي نقولوا لا هندربوا هاكي قلنا بنكرة they don't work ما كيخدموش عادية interrogative يعني الاستفهم هناك يعطونا كيفاش غادي نسألوا بالverbe to do بالverbe المساعد to do do I work هناك يجي في الأول does he work احنا خلينا ما صرفناش لأنه عندنا does مصرفة do we work do you work do they work كتسألوا بصيغات السؤال وهنا شنو كي الفرق ما بينو هنا خلينا نفس 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 تصريف ديال الأفعال ولكي شروع درنا هاد do وهاد درناها قبل لأنه احنا كنسولو غدي تفهمو هاد شي كلو من بعد في التماريخ هاد المهم ما تتخربقوش شي حاجة عادية بسيطة هنا درنا الفعل المساعد في الأول درنا البروناون وعاد الverbe ندوزو Frequency Adverbs Frequency Adverbs هما ضروف التكرار هما واحد العبارات كي يساعدونا منين كنكونو غدين هادو عيش حاجة اللي كنكرروها ديما مثال عطينا always عطينا usually often sometimes rarely and never ولكن قبل من هاد شي عطينا هنا فحل إحصاءات عطينا person ديال كلوحدة فوقاش كنستعملوها يعني مية في المية كنقوله always شي حاجة اللي عندنا عادية اللي كنستعملوها عادة دائما يومية دايلي شي حاجة اللي ما عمرنا ما كنا مكرا طاوها كنستعملوها كل نهار يعني مية في المية غدين نديرها مثلا i always get up at 7 ام انا كل نهار كل يوم دائما كنفق مع السبعة ام يعني مكرا طاوها شنهار مية في المية يعني انني غدين نفق مع السبعة او انني كل نهار كناخد بريكفاست ديالي مية في المية غدين اخدو i always take my بريكفاست حيث كان الناس اللي ممكن يخرجوش من الدر الا ويلا اخدو الفطور ديالهم فغدين تستعملو هذا الادفرب هذا always يعني انا دائما كناخد الفطور ديالي نزلو usually شوفوا معي كان مية في المية وكان صفر في المية يعني احنا غادين احنا كننقصه في النسبة usually شحال غدت توليد نسبة ديالها نسبة ديالها غدت توليد 90 في المية 90 في المية يعني هنا عطينا واحد الميتال لانا i usually do my homework i always do my homework يعني انا دائما كنصوب تمرين ديالي وهنا i usually اني غالبا كنصوب تمرين ديالي احنا عادي نقوله i usually do my homework ولكن نسبة 90 في المية يعني مرة مرة راني ما كنديرش تمرين كنصوب تمرين ديالي فهمتوا غادي نزلوا على اوتاني لانا often often شنو كتعني غالبا i often do my homework i often when تمرين 70 في المية 70 في المية 70 في المية يعني انا غالبا ما كندير التمرين ديالي اي يعني مثلا كنديرهم فرق ما بين كنديرهم ديما وفرق ما بين عادة كنديرهم كتقال الناس بغاش شوية وفرق ما بين اني نقول غالبا يعني مرة مرة في كنديرهم علش حال i sometimes do my homework شنو كتعني sometimes هي اقل نسبة من often كتعني احيانا او بعض الاحيان فكتبقى نسبة ديالها 50 في المية 50 في المية يعني انا 50 في المية هانتو ما i sometimes do my homework يعني 50 في المية مرة 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 كندير التمرين ديالي 50 في المية راني كنديرهم 50 في المية راني مي كنديرهمش i sometimes do my homework ندوزو rarely 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 راني مرة 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 لتوصل الى خمسة في المية هادو اه هادو اه هادو ارقام يعني اللي هما صحيحة هانتو احيانا علش كان يحبطوها ببا مرة negative كانت عشرين ببا مرة رائعوني ها نقول نا يا رائعوني هادو رائعوني يقل الى الانسابة في المية من الثاني ريالي شنو كتعني كتعني ناديرا ناديرا ما كندير شي حاجة I rarely do my homework يعني ناديرا فين كنصوب تمارين ديالي بحال اي شخص كاسول فما كيصوبش تمارين دياله قليل منين كيكون شي أستاذ لي هو شنو سفغ بحالك عاصي يعني قاصح عاد باش كيمشي صوب هو تمارين دياله يعني rarely فهنا I rarely do my homework او مثلا I rarely take my breakfast مثلا انا ناديرا فين كناخد البريكفاست انا من نوع اللي ما كنقدرش على الفطور في الصباح بكري تقريبا كيقول لي غداء دوزون never وصلنا 0% صفر في المئة never تعني ابدا انا ابدا ما كنديرش لك الحاجة هنا المثال عطينا I never do my homework يعني انا ابدا ما كنديرش تمارين ديالي اذا never كنستعملوها في الامور اللي ما كنديروهاش ابدا مثلا غادي نقولو بانا ابدا ما كنقراوش نهار الحد I never study on Sunday I never study on Sunday ندوزوا التمارين وغادي نفهموه اكتر اذا وصلنا ال A نشوفوا في التمارين وغادي نفهموه اكتر complete this conversation غادي نكملو هاد الحوار use the verbs in brackets غادي نستعملو ال verbs لأفعال in brackets لي ما بين قوسين هاد أفعالين ما بين قوسين هاد هاد نستعملوهم في هذا الحوار هذا اذا نبدو marry عطينا ال verb اللي between quotes ال verbs ال verb in brackets عطينا ال verb to do عطينا do يعني هو اللي يخصنا نستعملوه هنا عطينا what عطينا space Alice وطبيعة الحال لأعلمة الاستفهم يعني هدا سؤال what هدا wh question دجا قرناهم what where when الى اخره عطينا what what وعدنا do غادي نقوله what do you do Alice استعملنا ال verb to do في ال interrogative what do you do Alice شنو استخدمنا استخدمنا الفعل المساعد مساعد المساعد verb to do do i work شنو انه ده بقدرت في المثال what do you do الفعل المساعد اللي اعطونا ما بين قوسين هو do يعني غادي نقول do في الانتروغاتف هما عطينا سؤال عطينا احدا علامة استفهم غادي مشي والانتروغاتف verb to do عطينا you what do you do هما تسمى كعطونا ال verb to do ما اعطوناش work يعني انا درت what do you do what do you do هدا كيتسمى فعل مساعد هدا كيتسمى الضمير يعني الpronoun i you he she هدو كلهم pronouns subject pronouns يعني كنقول لهم subjects يعني كنستعملوا الفعل المساعد مراهل subject pronoun عاد مراهل الفعل الرئيسي الاساسي اللي هو work هدا كنتسمى كنتسمى انكم تكونوا فهمتوا انا مبغتكمش تخربكم وما يسروا معايا بشوية بشوية غادي نفهموا كل شي ارجع التمرين ارجع التمرين دينا اذا كما قلنا do فعل مساعد you subject pronouns و do هدا الفعل الاساسي وهذا ندوز الالس i'm student انا طالب انا طالبة i وعدنا space وعدنا economics الverb ما بين القوسين هو study verb study اذا سنصرف الverb study لحسب الجملة i'm student i study economics عادي غادي نصرفوه بشكل عادي في الاثرماتيف i i study economics سافي دوزل mary and where واين هدنا space to school interrogative form هدنا الverb go غادي نستعملو الverb go i and where to school شنو غادي نديرو where do you go to school where do الفعل المساعد you you حيث كان هدروحنا عليها دبه هما بينتهم كي هدرو بشي بيهم mary alice كتسول mary 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 كتسول alice where do you go to school alice كتجاوب كتسولها i وعدنا space to london english institute وعدنا الverb go يعني عدين نقولو i go to london english institute i go وعدنا mary 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 وعدنا space وعدنا your sister وعدنا economics to الverb اللي ها هو study الفرب اللي عطينا هو study خصنا نستعملو الفرب study ولكن نشوفو معايا مزيان كين interrogative form يعني كين علامة استفهمين يعني هذا سؤال فاحنا خصنا نستخدموه هنا الفعل المساعد كسؤال وقد نستعملوه حتى الفرب study هنا عدنا your sister عدين نقولوه الفعل المساعد لي هو do قبلها قلنا do you هادي كان do I يعني I do you do هنا عندنا sister كان هنضروعليش وحدة ما يعني ما كان شي كتبولها على الأخت ديالها sister لي هي she she does إذن غادي نكتب does your sister does your sister شنو study economics شنو قلنا منكي كل فعل المساعد مصرف صرفناه فما نحتاجوش أنا ننصرفو في الفيرب الثاني ما يمكنش جوش ديال اللي فاق بمصرفين بعد غادي نخليوه في الاثرماتي فور نخليوه هاكاك صحيح عيبقى your sister study does your sister study economics too غادي تجاوب نقلت no لا she يعني هي ما كتقراش لأيكوناميكس هنا السؤال كان بداز يعني تجاوب خصوطها هو يكون بدو أو بداز غادي نقولو no she doesn't يعني does not she doesn't she doesn't هنا الشي وعدنا space وعدنا business الفيربس between brackets الفيربس اللي ما بين قوسين اللي يعطونا نستعملهم هما do والفيربس تالي اذا ايش غادي نقولو she doesn't she studies business وعدنا نقولو no she doesn't she studies business انا كتبت هنا studies لماذا كتبنا studies لماذا صرفنا هنا دب الفعل وقبل ما صرفناش لماذا لأن هنا أعطتنا سؤال ونحن جاوبناها صافي قلنا no she doesn't point final ماذا نبدأ نبدأ جملة اخرى she studies business يعني ايكت قرأ business تجارة فهمتوا يعني احنا جاوبنا هذه جملة بوحدها وهذه جملة بوحدها يعني درنا point وبدأ نعود ثاني لأننا قبل لدينا subject pronoun subject pronoun دائما كي يكون تابع الفعل ندوزل mary شنو قالت mary how readna space she space her classes والفعل اللي اعطونا نصرفه هو like يعني شنو غدين قولو ما تنساوش حاجة اخرى interrogative for يعني غدين نستخدمو الفعل المساعد how الفعل المساعد اللي هو do وعدنا she how does she حسدنا she يعني كتبلي does ما كتبقى اشتو how does she like her classes شوفوا هدي جملة كاملة وهدي اللي فوق منها كانوا فيها جملة يعني هنا سلينا وهنا بدينا نقول هاو 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 داز she like her classes هنا خلينا الفرب عادي ما صرفناش لأن الفرب اللي قبل منه المساعد مصرف لأنها جملة غدينيش ما كينش واحد النقطة ديال الفينال ما كينش بوان وكنزيد جملة اخرى دوزل Alice she space them interesting عطينا الفرب اللي نستخدمه هو find هنا غادي يكون إجابة عادية she finds them interesting يعني صرفنا الفرب في simple present she finds finds them interesting وهكذا نحن سالينا نتمرين ندزل ب شنو عطونا في ب قلنا put the adverb of frequency in the correct place قلنا نوضع the adverb of frequency هم هادو frequency in the correct place هادو adverb of frequency يعني هما كيقولنا ظروف تكرار عقلوا عليها لأنه ضروري غلي تحط لكم هدف المتحانات أكيد ومؤكد شنو قالوا هما هنا in the correct place يعني نحط هم في البلاسة المناسبة أي أن هادو اللي خاز هما كلهم صحاح وما نحتاجوا لن صرفوا أفعال ولا نقدوا في المتح حاجة عطينا adverb of frequency وحنا نحطهم في المكان المناسب يعني نهزو هذا نشوف وش نحط هنا في الأول وش هنا وش هنا وش هنا إلى آخره شنو عدنا في المثال الأول عطونا my brother helps me with my homework لأن الأخ ديالي كي يساعدني في الواجبات المدراسية ديالي وال always هاد always خصنا نعرف فين هاد نحطوها بطبيعة له هاد ال frequency عندهم قاعدة يعني هما عندهم قواعد كل مرة وفين كيت تحطو على حسب الأفعال وش رئيسية أو تانوية أو مساعدة وغادي نشوف فين نحطوهم نرجع الجدول باش نفهم كتر هند بعد نشرح لكم هالقاعدة اللولى هنا شنو عطينا عطينا I عطينا frequency verbs هنبدأ always I always do my homework شنو عدنا في هاد لفخاز هالي عدنا I subject pronoun عدنا always عدنا adverb لوام frequency frequency adverb وعدنا do verb verb to do my homework يعني هنا الفعل الاساسي شنو هو do I do to do I do my homework ولكن مني نبغي وندخل عليه adverb غدنا نحطو هاد l-adverb هاد قبل الفعل يعني قدرنا I always do my homework فعوط I do my homework مني نقول adverb قبل الفعل I always do my homework I often do my homework I often eat potatoes عمتو I l-adverb often l-verb هو eat I often eat I often drink I sometimes eat عو تاني دائما frequency adverbs غد يكون قبل الفعل ولكن الفعل مني كيكون أساسي احنا غدين نفهم الفعل الرئيسي والفعل المساعد اكتر نرجع لتمرين اذا احنا وصلنا رجعنا لتمرين عندنا في هاد الجملة هادي كيقول always كيقول عداب ان frequency adverbs كيكون قبل الفعل my brother الاخ ديالي helps me هنا help هو الفعل هنا مصرف على he my brother يعني he helps me with my homework عدنا نحط قبل الفعل اذا نقول my brother always helps me with my homework always سأضع هنا هادي 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 تحط ال adverb هنا always helps ندازل المثال الثاني عندنا حوارات مع الاساسدة هذا غير ترجمة الجملة إذن وعدنا الـ Frequency Adverb هو Rarely هو اللي يعطينا Rarely يعني نادراً شي حاجة اللي نادراً ما كنديرها قليل فين كنديرها يعني شنو قلنا We have discussions with our teachers شنو قلنا أنا الـ Frequency كيجي قبل الـ Verb يعني كيقول pronoun Frequency Adverb عاد الـ Verb We rarely have discussions with our teachers حد هنا نفهم هنا ندير هنا علامة يعني هنا قدي تحطه هذا الـ Adverb of Frequency عندنا وزول المثال الثالث عندنا I am tired in the evening يعني أنا تعباً يعني أنا عيان في العشية عطينا Frequency Adverb عطينا often often يعني عادةً هنا عاوثاني قاعدة أخرى داباً عاوثاني ونقول لكم القاعدة الثانية هنا شنو عدنا؟ عدنا I am tired فين هو هنا الـ Verb؟ هو I am ماشي تايرد I am tired هذه غير adjective يعني الصيفة شنو وش أناعيان وش حازين وش فرحان ولكن الـ Verb هو I am هراه مصرف ومقد هنا ما يمكنش نقول ما نخليش الـ pronoun ونحط هنا ونحط هنا ونكمل ما نقولش I often am tired ما جايش حتى في الهضرة يعني باين وواضح بأنها خطأ لهذا شنو كي يكون هنا ونحط هنا عندنا I am tired I am tired هنا ما عندناش الجملة في حال يقبل شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا pronoun وعندنا هذا عندنا فعل مساعد وعاد tired هذا كي تسمى مساعد في حال I am في حال I was ولا are ولا been ولا were ولا are ولا اي حاجة هدو كي تسمون مساعدين لماذا نقول لهم مساعد يعني كي تقولوا هاداره ذرب كامل فاني لو بغيت نقول مثلا I am badra حلبي نخلي غير الـ verb غير الـ pronoun غير الـ pronoun غير الـ I badra يعني ما يمكنش خصني نقول I am badra أنا أكون badra يعني ذاكام جات مساعدة مثلا مثلا غير الـ غير الـ I am غير الـ I sad التي غير الـ I sad ساد يعني حزين أنا حزين ولكن ما جيش في الجملة you you sad أنت حزين ولكن في النورمال ما هو خصنا؟ خصنا فعل مساعد يعني ما نقول I am I am sad أنا أكون حزين هنا هدا هو الفعل المساعد هنا I am are sad هذا الفعل المساعد هو هدا آآ نقدر على سنة نقول he he said sad سنقول هو كان حزين he was was sad فعل المساعد يعني كبير لنا فقش فقش الانسان كان حزين مثلا سنقول I am sad يعني أنا حاليا أنا حزينة نقدر نقول عدو ثاني I was sad I هنا سنقول I was I was sad هدا I was هو فعل مساعد يعني كيبين لي وكيوضح لي هاد الشخص هدا فوقش هو كان حزين I am ساد أنا حاليا حزينة I was sad كيبين أني كنت حزين يعني كنت هدا مساعد كيوضح لي فوقش عما يلغي قلت I sad ما يمكنش I a teacher ما يمكنش خصني نقول I am يعني خصني فعل مساعد باش تقول الجملة صحيحة he sad ولا he happy ما يمكنش خصني نقول he is happy ولا he was happy ولا نقول he will be happy هادو كيتسمو أفعال مساعدة مساعدة إذن ومع الفعل المساعد فوقش نضع Frequency Udverb Frequency Udverb تضع more الفعل المساعد اللي هو I am ونضع هنا مثلا I am usually sad he was sad he was sad فوقش نضع فوقش نضع ما يمكنش نضع دبانا هنا هنا فعل مساعدة ما يمكنش نضعه قبل نقول he was وهنا more الفعل قد نضع he was often sad I am tired I am انقول I am rarely tired more الفعل المساعد سنضع Frequency Udverb لا في حال الجمال الأول قبل الفعل دائما نضع فعل لا يمكنش هنا فعل هي ممكن تكون صحيحة ولكن هذه القاعدة الأساسية مور الفعل المساعد سنضع Frequency Udverb لا تتخرب الأمور سهلة مع الممارسة سهلة سأعطي مثال أخر لن تلفوش مثلا عندي I eat meat عندي هنا pronoun وعندي verb هذا الفعل الأساسي لا نقول I am you are he is لا I eat I eat meat أنا أريد أن نضع Frequency Udverb شنو قلنا Frequency Udverb في الجدول الأخر شنو عندنا عندنا أننا نضع pronoun Frequency Udverb عاد الverb ثم pronoun Frequency Udverb عاد الverb مثلا سنقول I often often eat meat وبالغادي نقول she 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 helps helps her mother يتبع معي مزيرة سهل سهل بزف شنو عندي عندي pronoun وعندي الفرب هو helps يعني هذا ذرب أساسي she helps she helps سنقول she always helps her mother مزيان نمشيوا الحاجة الثانية عشنا سنقول i am i am i am سنقول i am ready شنو عندي هنا عندي فعل مساعد am i هو pronoun subject's pronoun أم هو الفعل المساعد أنا كنقول لكم بالعربية باش يجيكم الأمور سهلة ديما أقول بي أن هذا فعل مساعد بحل i am بحل is بحل are بحل been بحل was كل هم أفعل مساعدة i am ready شنو عندي شنو عندي ما عديش نجيل هنا ونكتب frequency ونكتب بحل هنا لا سنجيل pronoun سنجيل الفعل المساعد سنجيل مورا سنقول مثلا i am always always ready أنا دائما مساعدة أوكي نجيل فعل مساعد آخر نقولوا they they were they were sorry they were friends انهم كانوا أصدقاء they were friends were were فعل مساعد هذا subject pronoun هذا الفعل المساعد سنجيل مورا سنكتبوا frequency adverb سنقولوا مثلا they were never never friends يعني هما كانوا أصدقاء أوكي هكذا تبدلات الجمع نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا وندوزوا نكملوا إذا شنو سنقولوا هنا لدينا I am tired in the evening سنجيل مور البرونوم والفعل المساعد وسنجيلوا هنا I am often tired in the evening لدينا هنا ستحط often رقم 4 My school organizes trips to places in Morocco الأدرب اللي أعطينا هو sometimes يعني أحيانا شنو عندنا My school My school أو نقدروا نعوضوها ب-it لأن إش حاجة جميدة نقدروا نعوضوها ب-subject pronoun يعني هذي كتعتبر subject هنا Organizes trips to places in Morocco Organizes هو ال-verb إذاً عندنا ال-pronoun عندنا ال-verb هذا فعل فعل رئيسي هنقوله My school sometimes organizes trips to places in Morocco إذن sometimes غيرتحط هنا قبل organizes قبل ال-verb good good teachers like to work with their students إن الأستيدة المزيانين يبغوا يخدموا مع طلبة ديالهم عندنا الأدرب اللي عطينا هو usually literally شنو عندنا هنا يا فين عندنا هنا ال-verb عندنا good teachers good teachers إني they عندنا هذا plural they like to work good teachers like to work like هو ال-verb إذن they usually like to work with their students إذن غد ندرق بال-like هنا يا إذن number 6 رقم 6 my English teacher is late for school عطينا الأدرب هو never my English teacher استادتي الإنجليزية استادتي في اللغة الإنجليزية is late for school تعطينا المدراسة عطينا 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 فين غد نحطو had never my English teacher is late for school عطينا can i am can you are can he is she is it is يعني more الفعل المسعد am حتى is هنقول هنقول is tired he is rarely rarely tired okay okay my English teacher is never late for school so we will add more is is can can see and look look at the diagram and write sentences about Nabil's daily activities and write and write and write sentences about in sentences we will answer 1 2 Nabil watch tv in the morning in the evening we will add a percent 100% because we will add frequency verbs and we will add to 100% to 0% always to never here breakfast at home 0% 0% here never 0% never 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 we will add dinner and dinner invite friends home tv in the evening go to bed early breakfast in the cafeteria 100% 100% always 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 100% always always 90% usually 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 we can write it so that you can add three phrases that you can get after we will add often often 70% often often you can add 90% and 90% 70% so 80% and 8.5% and we will add 70% so we will add often sometimes 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 50% sometimes 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 سننزل الى sometimes وصل الى rarely وصل الى 5% سننزل الى 0% ابدا جامل سنطبق هذا على الجمل أعطينا number one نبيل كيف قلنا watch tv in the evening في نهاى tv in the evening إذن سنستعملو frequency often نبيل often watches tv in the evening often watches tv in the evening هنجلو هكا watches هنا تصرف عندنا he الفيرب هذا breakfast at home عندنا breakfast at home 0% يعني never هو معمره كياخد الفطور دياله في الدار هى 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 usually غاز to bed early سنصرفوا لانه ما عندنا شي حاجة قبل منها مصرفة number four هنا he إن هى 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 invite هى فوقش sometimes أحياناً يقوله he sometimes invites قصناً صرفوا الverb invite invite friends home رقم خمسة عندنا he عندنا الverb have breakfast in the cafeteria هيا الbreakfast in the cafeteria مية في المية يعني always he always has always has هتقول لي s يقول لي مسرف has breakfast in the cafeteria number رقم 6 he عندنا it وعندنا dinner فين dinner هو dinner عندنا rarely ناديراً من قليل فين كيت عشا he rarely more subjects pronoun غدي نديروا الادفرب rarely it's it's dinner نقدروا نقوله he eats dinner ولكن عطاونا نستخدموا الادفرب فغادي نزيدوا rarely غادي نحطوها ما بين البروناون والفرب كان نتمنى انه كان مفهوم غدي نحبسوه حد هنا باش حتى الفيديو ما يطوالش وكان نتمنى لكم تراجعوا التمارين باش هكا تركزوا كتر شكراً لكم على المتابعة نطلقوا في اللسنين والكومنيكيشن وباقي العباج موسيقى